اي افام بتوقيت جرينيتش احليم العبدالي على اي افام احلى غجو لخميس سنين مايه الفين واربع وعشرين هذي حلقة جديدة من بتوقيت جرينيتش صباح الخير نهاركم طيب الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ولا تتفرجوا فينا تسمعونا ديما على الفريقانس متاعنا كل عادة تتفرجوا فينا على اي افام تيفي على اليوتيوب ولا علي افام اب على الفيسبوك احنا ديما معكم موجودين بالصوتي والصورة احليم العبدالي تحييكم في الاعداد والتقديم من امام المصدح ملك المعليوي مشكورة جدا في المساعدة على الاعداد خليل قبوبي ديما في الاخراج سليم حمزة في الاخراج الرقمي من طوى حتى للسبعة متاع سباح نعملو الدوليشة الدورة متاعنا في العالم مش نعرفوا شنوها فما وشنوها ما فماش نشكركم برشا على التفاعلات خاصة على موضوع تلقيح استرازينيكا اللي جيتني عليه برشا 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 تفاعلات موجود اكثر تفسير كانت حبوا على صفحة على انستغرام صفحتنا تلقاو زادة تقرير مفصل على صفحتنا على انستغرام ايافام راديو ايافام في المسألة متاع استرازينيكا بالتفصيل نجمو غاديكا تزيدوا تفهموا الموضوع اكثر وراهو الحالة اللي تمرستها في بريطانيا مهيش في تونس كيما قلتلكم كل شي في الاحداث الدولية دي ما تلقاوها خاصة معناها من خدمتي انا وخدمة المتميزة ده ريان براهمي في الاخراج على الانستغرام غاديكا تلقاو التقارير بخصوص الشأن الدولي لكل نبدأ العنوين متاعنا من الشرق الاوسط كالعادة فما اسرار من طرف الكيين المحتل على تنفيذ عملية رفح سوى كان وصل الوصلة المجموعة الدولية وخاصة قطر ومصر الوقف لاتفاق النار وإلا ما وصلتش بنيمين نتنياهو يقول وانه باش نقدمه ولا باش نعمله عملية رفح لتحقيق صلح بمي مش صلح لتحقيق او لتخفيف التوتر مع حزب الله اسرائيل توافق على عرض فرنسي بالانطلاق في محادثات غير مباشرة في العصمة الفرنسية باريس السودان أزمة جوع كبرى والمجاعة تتفشى السعودية تتحرك من أجل استقناف أو أحياء محادثات جدة وزير الدفاع الفرنسي يبشر بقرب ميلاد قوة التدخل السريع الأوروبي قوة التدخل السريع كمشكن في السودان بركة حتى أوروبا باشتعامل لنا وحدات متع تدخل السريع الصين تعلن عن أكبر عملية إعادة هيكلة لجيشها وذلك لمواجهة الحرب الذكية وكذلك التنافس مع أمريكا الدارك ويب يا جماعة من عرشكين سمعتوا بالجريمة لهذه السوشال ميديا على مصر تقول نحكي وعليها بعد شوية متع قتل طفل مراهق معناها مصري والمسألة طلعت في علاقة بما يسمى الدارك ويب مسرح الجرائم الإلكترونية أو بزنس الموت ماذا نعرف عن هذا النوع من الأنترنت مقتل مرشحة لمنافسة ملكة جمال الإكوادور جريمة هزت البلاد وحكي وبعليها برشا على السوشال ميديا علاقة بتاجر مخدرات أنهت حياة هندخل مباشرة في التفاصيل إذن كيف ما قلت لكم الاحتلال المصر لا تنفيذ عملية رفح فما حديث على تقدم في المفاوضات وأنه حماس تدرس وإسرائيل تدرس في الأثناء الضحايا متاع الحرب قاعدين يزيدوا بالشوية بالشوية والأمور قاعدة تمشي أكثر إلى المنحة السلبة مش مش نحكي لكم برشا برشا على التفاصيل خطر مؤكد وانتوما تسمعوا كل نهار في بتوقيت جرينيتش وتابعوا في القنوات العربية والدولية شنو قاعدة تنشر البارحة الاحتلال يقولوا وأنه بصفقة حتى كان تم التوصل لصفقة الإطلاق صراحة المحتجين الإسرائيليين قلت لكم أربعين محتجز إسرائيلي مقابل كل محتجز إسرائيلي بش يخرج بش يكون فما يوم هدنة بالتالي شهر وعشرة أيام وفما يكون يقول أكثر وفما يكون يقول أرقل نسمعه ونرجو بصفقة مع حركة حماس أو بدونها إنهاء الحرب حسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو غير قابل للتفاوض دون معالجة التهديد الذي تشكله الحركة الفلسطينية حسب تعبيره سندخل إلى رفح لأننا لا نريد خيارا آخر سنقضي على كتائد حماس سنحقق كل أهداف الحرب بما في ذلك إعادة جميع الرهائن في الأثناء تنتظر الحكومة الإسرائيلية حتى مساء الأربعاء ردا من حركة حماس على مقترح هدنة في غزة قبل إرسال وفد إلى القاهرة لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار مقترح وصفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالسخي جدا معربا عن أمله في أن يكون رد حماس إيجابيا هدفنا إلى جانب الجهود الإنسانية هو تحقيق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن إلى ديارهم وهذا هو الأمر الأكثر الحاحا أعتقد أنه يمكن تحقيقه أيضا لأن الإسرائيليين طرحوا على الطاولة اقتراحا سخيا وأظهروا أنهم على استعداد للتوصل إلى التسوية والآن يعود الأمر إلى حماس أن تفعل شيئا نفسه لمزيد من التأخير لمزيد من الأعذار حان الوقت للعمل الآن بلينكين كرر تأكيد معارضة واشنطن لهجوم إسرائيلي على رفاح ومثله دع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش إلى ضغط دولي لمنع عملية عسكرية إسرائيلية برفاح أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي الموجود في جولة جديدة ماراتونية في الشرق الأوسط وكان موجود في إسرائيل وطالب خلال مؤتمر صحفي موزير الدفاع الإسرائيلي وأفغلانت واحد من الشخصيات التي تم الحديث عليها بقوة في مسألة برقية الجلب مناء الجنائية الدولية خاصة قلت لكم طالب خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي نحكي على أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي طالب حامس بيغتنام الفرصة والقبول بالمقترح الحالي للتوصل لاتفاق حول غزة مشيرا إلى أن إسرائيل قدمت تنازل تعدى بشأن مقترح التوصل لاتفاق من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي واحد من الشخصيات المحورية في عمارة الإبادة الجماعية التي تطبق فيها إسرائيل اليوم وتعمل فيها إسرائيل في غزة قال وزير الدفاع جالانت قال أن القوات الإسرائيلية تستعد لدخول رفح وكان وزير الخارجية الأمريكي أكد في وقت سابق البارح معارضة واشنطن للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح المكتظة في قطاع غزة خلال محادثات مع رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو اللي تعهد بالموضي قدما زادة في هذه العملية البرية رغم أن واشنطن تكرر الموقف المتاحة لكن واشنطن تكرر موقف المتاحة بليد اليمين وبليد لسار تعطي السلاح وتعطي التمويلات وحكيت لكم على الأرقام متاع المساعدات العسكرية اللي كانت مؤخرا إسرائيل خذيت معناها تقريبا واحد من نصيب الأسد في المساعدات هذه نحكيه عن المساعدات العسكرية اللي صوت عليها مجلس النواب التفصيل هو أحبط في عديد المواقع من دون أسباب إسرائيل تصرح جنود احتياط فرزتهم لإشتياح رفح لا يزال الحديث عن الإشتياح الإسرائيلي المرتقب لمدينة رفح كما تعرفوا جنوب قطاع غزة مستمر من دون تأكيدات يقول المقال أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العملية قايمة مهيش مشروطة بأي أمر ولا جديدة جدة على هذا الملف رغم زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة أفدت وسائل أعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قام بتصريح بعض جنود من الاحتياط وأضافت أن الجنود المسرحين اليوم تم تعيينهم للمشاركة في عملية رفح المحتملة كما لم تكشف المصادر أي تفاصيل جديدة أو بيانة لأسباب قرار التصريح جاء ذلك بعدما كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو قال الوزير الخارجية الأمريكي أنه لن يقبل باتفاق يتضمن إنهاء الحرب على غزة إذن فما خطرته وهذه واحد من الشروط متع حماس معطي يتم التساؤل مالك فاش بش يتم الاتفاق وقت للنقطة متع إيقاف الحرب يتم رفضها نمشيه لخبر آخر وسط استمرار المنوشات التي لم تهدأ منذ السابع من أكتوبر مع حزب الله على الجبهة الشمالية مبينة الاحتلال ولبنان تستمر الوساطة الفرنسية لتخفيف التوتر أفادت القناة الثلتاش إسرائيلية البارح الأربعة بأن فرنسا عرضت على إسرائيل ولبنان عقد مفاوضات غير مباشرة في باريس لإيجاد تسوية تسوية دبلوماسية للجبهة الشمالية وأعلنت نفس القناة أن إسرائيل أبدت موافقتها على عرض باريس للوصول إلى تسوية دبلوماسية وما كشفتش المصادر عن أي تفاصيل بخصوص العرض الفرنسي إلا أنها أكدت موافقة الاحتلال عليه يجي التطور هذية بعد ساعات قليلة من تهديد إسرائيل بما زعمت أنه احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان إذا لم ينسحب حزب الله من المنطقة وقالوا أنه إسرائيل سوف تحارب حزب الله في كل أرجاء لبنان يعني باش تحتل الأراضي اللبنانية مناطق واسعة جاء ذلك بعدما وصل لسي جوغني إلى إسرائيل الثلاثاء نحكي على وزير الخارجية الفرنسي وإلتقى نظيره الإسرائيلي وهي زيارة استمرت 24 ساعة في القدس وتل أبيب في إطار جولة بالشرق الأوسط شملة لبنان والسعودية يذكر أنه إسرائيل هدت بشأن عملية عسكرية لجبهة الشمالية زائما أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان وبالنسبة التويكة ما فهماش موقف من حزب الله بخصوص الوساطة الفرنسية إذا كان جد أي جديد في الملف أكيد نحكي فيه الأخبار الموزيكا ونرجعه موصلين 30 دقيقة صباحكم بالخير ولمكنتم تسمعوا فينا على هذه الألحان الجميلة ألحان الحب حب وجلنا نعشتي فيها أدخل لكم شيرين إن شاء الله نهاركم زين بعد نهار الفيشتة اليوم العودة للعمل نحبوكم في فورما بالتوفيق للجميع وين ما تخلت لكم تصويرتنا ويخلت لكم صوتنا زينة عبر الأثير أو عبر النت كما يقولوا مرحبا بالناس الكل في الاستماع نحن مشيوا لموضوع آخر عن مدى محكينش فيه ولو أنه الموضوع قاعد يمشي أكثر نحو التعكر للأسف الكوكب اليوم كوكب الأرض الكل كما تعرفوا يعاني عديد من الإشكاليات السياسية الاقتصادية والمناخية أيضا شوية هكا ساعة ساعة شوية إشكاليات رياضية السودان الجوع يتفشى في هذا البلد الثري والبلد اللي عنده برشا مقدرات بحكيت لكم أكثر من مرة السودانيين قاعدين تقارير تقول يكلوا في أوراق الشجر يكلوا في التراب يكلوا في عديد الأشياء باش ما يموتوش من الجوع واتهامات لقوات الجيش السوداني بمنع المساعدات أو التصدي لوصول المساعدات نسمعه الإكستري ونرشعه جوع يتفشى ومجاعة تكشر عن أنيابها في السودان بسبب الحرب التي تدخل عامها ثاني واستغي بأي مؤشرات على تراجع حدتها أصبح الناس يئنون تحت وطأة النقص الحاد في الغذاء في أجزاء واسعة من هذا البلد الذي بات على شفى المجاعة بنمشي نأكل من الجامع يعني ناس الجامع بيبيعوا بيوزعوا فول عدس بليلة ثلاث مرات في الأسبوع أنا بعرف زور شخصيا مات من الجوع إنهار قطع الزراعة وتحول الجوع إلى سبب آخر للنزوح فتفشت الملاريا وأمراض أخرى بين النازحين نحن نتجه نحو المجاعة والمعطيات غير مشجعة تصلنا تقارير عن أشخاص يأكلون أوراق الأشجار وآخرون لا يأكلون إلى مرة واحدة كل ثلاثة أيام وبينما تتعرض مراكز المساعدة الرئيسية للنهب يمنع الجيش السوداني المساعدات الدولية التي تصل إلى البلاد السودان لديه إنتاجية تفوق الحوجة وعزع مطمن وهذا رد ودليل واضح لكل من يصدح ولكل من يشهر ولكل من يتحدث بمحدوث مجاعة في السودان حسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي فإنما يقرب من ثمانية عشر مليون شخص في السودان أي أكثر من ثلث سكان البلاد يواجهون مستويات عالية من الإنعدام الحادي للأمن الغذائي ما يقرب من خمسة ملايين منهم على بعد خطوة واحدة من المجاعة اللي كنت تسمع فيه يقول أن السودان عنده ما يكفيه من الانتاجية هو قيادي في الجيش السوداني واحد من أطراف السيراء مع الدعم السريع بقيادة الدقل والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان رفاق الأمس أعداء اليوم كما قلت للكم واللي هما زوزي تعركوا على السلطة ودخلوا في حرب أهلية كبيرة دفع ثمنها الشعب الجيش اللي تتوجه له اتهامات بأنه هو قاعد يعطل في عملية توصول المساعدات وحتى الدعم السريع مؤكد وأنه هو فمش أحصائيات أما مؤكد وأنه هو مدامه طرف في الحرب متورط بطريقة أو بأخرى في الانهيار الإنساني اللي ساير في السودان وسط محاولات لاستقناف مفاوضات جدة ولإيجاد حل ينهي صراع الدائر في السودان منذ أكثر من عام أجر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالين هاتفيين برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقاعد الدعم السريع بسودان محمد حمدان دقلو شهي رحمتي وأكد بن فرحان في حديثه مع الطرفين على أهمية العمل لحماية السودان وشعبه من الدمار كما شدد على ضرورة وقف الاقتتال وتغليب مصلحة الشعب السوداني جاء ذلك بعدما بحث الأمير فيصل بن فرحان استقناف مفاوضات جدة لإنهاء السراع في السودان مع نظير الأمريكي أنتوني بلينكين قبل بأيام تأتي التطورات هذه في وقت ينتظر فيه وأنه ينتظر فيه أن تستأنفى أو يستأنفى طرفي السراع في السودان المفاوضات متاحهم في جدة في السعودية في مي الجاري وسط ضغوط إقليمية وداخلية لإنهاء الحرب بالطبيعة إذا كان تم استقناف المفاوضات في جدة في مي هذية مؤكد بش تكون المرحلة خطر صار الدعوة لسويسرا ما تمتش صارت الدعوة متعجيبوتي سقطت باعتبار أنه حماتي الدقل وقائد الدعم السريع ممشيش وظهر في بلد آخر في الوقت اللي كل مفروض يكون فيه في المفاوضات كذلك ما قلت لكم محادثات الإنسانية متاع سويسرا ما قدمتش المحادثات الوحيدة اللي صارت وقتها بصفة غير مباشرة لكن تواصلت مدة ومعناها تمت فعلا هي محادثات جدة في المملكة العربية السعودية يبدو وأنه فم بارقة أمل بشتوفة المعاناة متاع الشعب السوداني وبعتليك الشعب السوداني أكيد فيه عديد المكونات الحية مدنية والحقوقية وعديد المثقفين اللي من بعد الأفضل الأفضل والسيناريو الأفضل يكون هو زاد محاكمة البرهان والدقلو أمام المحاكم الدولية الحقيقة اللي عملوه في البلاد لخطر مهما كانت الأسباب اللي هي أسباب سلطوية بحتة فإنه اللي عملوه في السودان جراء حرب موصوفة أولها الجريمة متاع تجويع الناس اللي هما يكلوا شهادات موجودة على كل القنوات تروا على السنين على العربية على الجزيرة على فرونس فانتكات على أين تتلوجوا نجموا تلقاوا شهادات اللي هي في حد ذاتها كفيلة بمحاكمة أطراف النزاع متاع الحرب الأهلية في السودان نمشيوا الموضوع آخر وزير الدفاع الفرنسي يبشر بقرب ميلاد قوة التدخل السريع الأوروبية السودان مشيوا التدخل السريع متاع أوروبا في الأيام القليلة الماضية يجمع إمانويل ماكرون كان لوح بالورقة متاع النووي في مواجهة روسيا وساعد في اللهجة ماكرون الذي يبحث لانهارة فرنسا على مستوى إفريقي ومستوى إقليمي إنهارت جدا فيبحث تويكا ما زاله ممكن الورقة الانتخابية الجاية هي الموضي أكثر تطرف الموقف متاعه ضد روسيا والتلويح بورقة النووي فرنسا هي نذكره واحدة من أعضاء مجلس الأمن وهي واحدة ميناء القواء النووية في العالم واحدة من أقوى الجيوش في العالم زادة بشو نكونوا واضحين قوة استعمارية كبيرة سابقا وحاليا ما زالت رغم أن تويكا قاعد تم تقليم أظافرها على مستوى المستعمارات المتاحة التاريخية اللي خرجت منها بالاستعمار المباشر وقعدت فيها بالاستعمار الاقتصادي والاستعمار العسكري والاستعمار النقدي والاستعمار متاع الثروات وعلى جميع المستويات قاعدة تتقسقس جنحات فرنسا في إفريقيا صحيح اللي نهبت عديد الثروات الإفريقية في فرنسا كيف ما تعرفوا لكن نهبت الثروات مش متاع التوريفي اللي بنوها بالحديد متاع من عرشة نهيب وقالي مش هكاكة حتى طرف الطرح رو لا يلتقي مع الطرح هذيك المتهافة الشعبوي نحكيه بالأرقام وبالحقائق والوقائع وجراء فرنسا رو نتفوها برشا على مستوى الاستغلال نستفوها برشا كنقوله راهي توريفيل تبنى بالحديد اللي هزينه من تونس ولا هزينه معناها ما عنده حتى علاقة ببعضه فرنسا لتو قاعدة موجودة في أماكن وتستغل في ثروات شعوب والشعوبة ذيك هي تعاني ووقت اللي تتغادر الشعوبة ذيك الأوطان متاحها ما تستقبل هيش عندها كيف ما نهبت لها ثروات متاحها مثلا جماعة النيجر ووقت اللي يخرجوا من بلادهم ويحبوا يمشيوا وهاجروا نحو وضع أفضل لأنه بلادهم تكاتفة أو تكالبة عليها أساسة العملاء في أغلبهم اللي شدوا البلاد والقوى الأجنبية المستعمرة وفرنسا أبرزوها ووقت اللي يحبوا يخرجوا من غاديك قد قلهم لم تجيوش هنا لفرنسا خطر أحنا لنحافظوا على المسرحة الفضلة للوطن متاعنا ونعرفوا شنوة اللي ساعدنا وشنوة اللي ما ساعدناش ننهب لكم الثروات متاعكم هوا كلنا نحاول لوجوكم وطن بديل في تونس مثلا وإلا في ليبيا وخاصة في تونس ووقت اللي يود دولة تقول ليراني ما نخضعش للمقاربة هذية تسيب عليها الجمعيات الممولة فرنسيا وأوروبيا بدعوة أنك أنت عنصري وأنك أنت شرير وأنك أنت ترفض ومكش إنساني وذوكم الكل معناها لازم أنت تدفع ضريبة فرنسا تنهب وانت تدفع الضريبة في بقعتها وتسلم بلادك كوطن بديل لشعوب هربت من الغبن ومن القهر ومن القتل ومن الجوع ومناء الفساد نسموه الإكستري ونرشوه الدول الأوروبية على مسافة قريبة جدا من إنشاء وتفعيل قوات التدخل السريع التي تعرف بشكل عام على أنها وحدة عسكرية مسلحة مصممة للاستجابة السريعة في أطر زمنية قصيرة جدا لا تتعدى الدقائق وهي عكس القوات العسكرية العادية التي تتطلب إطارا زمنيا يمتد من ساعات إلى أيام وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لي كورنو أعلن عن تلك القوة بعد أن تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو في خطاب ألقاه عبر من خلاله عن حاجة دول أوروبا لقوة أوروبية تنشر ما يصل إلى خمسة آلاف عسكري بسرعة فائقة في بيئات معادية بحسب قوله من الطبيعي تقاسم هذا العبء الذي له ثمن وشأن ونعمل على أن تبصر قوة التدخل السريع الأوروبية النور العام المقبل نعلم أنها قضية أساسية ونأمل أن نتمكن من تحقيقها فهناك العديد من الأزمات التي ليست من اختصاص الناتو والتي غالبا ما تنفذ فيها فرنسا عمليات بمفردها مثل عملية إجلاء أكثر من ألف مواطن فرنسي وبعض الأجانب من السودان العام الماضي فرنسا لطالما كثفت من دعواتها لتقنية الحلف الأوروبي عسكريا خاصة مع تنامي المخاطر والتوترات الخارجية كحرب روسيا وأوكرانيا والتوترات الأخيرة بالشرق الأوسط بالإضافة إلى انسحاب باريس بشكل متواتر من دول أفريقية وهو ما جعلها تفكر في المتغيرات التي قد تهددها ودول أوروبا أيضا وفق خبراء كما أنهت الحرب الأوكرانية الروسية منذ عماء في أوروبا قاعدين تشوفوا في مكران كيف يفعلوا بنفسه ما لا يفعلوا العدو بعدوه مكران واحد من الزعماء اللي كانوا واعدين وعند مستقبل سياسي كبير في فرنسا رجل اللي يجيد جدا في الاتصال السياسي اللي عمره متاعه يساعدوا بش يعيش برشا سياسيا لأنه رئيس شاب يعتبر مقارنة برؤساء اللي شدوا في فرنسا تقريبا هو واحد من كان ما قلناش أصغر رئيس شد فرنسا بش من نعطيش مقامة هو من رئيس من أصغر الرؤساء اللي شدوا في فرنسا وعلى ما أظن الأكثر شبابا هو مكران ويعاد قريب من الجيل الجديد جيل السوشال ميديا جيل الانترنت جيل التفرة التكنولوجية في العالم لكن الحرب اللي عملوها الأمريكان في أوكرانيا ضد روسيا معناها هرات سياسيا مكران وعديد الزعماء الأخرين كانت شوفوا زد المفاوضة متاع أوروبا ذيكا اللي معناها منخرطة تماما في المشروع الأمريكي في المنطقة فونديلاير كذلك المستشار الأول الألماني سولتش وعديد عديد الزعماء الأوروبيين الأخرين اللي معناها أنهيتهم التطورات والأزمة العالمية خاصة بعد الحرب الأوكرانية أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لبدأ النقاش حول دفاع أوروبي يشمل السلاح النووي مؤكدا أنه بلاده مستعدة للمساهمة بالدفاع للأراضي الأوروبية وليس فقط عن نفسها أربع أيام التالي هذية أوضح ماكرون في حوار مع الشبين الأوروبيين في سترازبورغ نشرته أمس سبت نهارة الجمعة هو وتنشر نهارة السبت نشرته أمس سبت صحيفة إبرا أنه النقاش يجب أن يشمل الدفاع المضاد للصواريخ وعملية إطلاق أسلحة بعيدة المدى والسلاح النووي لداء الذين يملكونه ولذين لديهم سلاح نووي أمريكي على أراضيهم حسب موقع الجزيرة نت سرح ماكرون أن الدفاع الأوروبي اللي اقترحه يعني نشر دروع مضادة للصواريخ من شأنها صد كل الصواريخ وردع السلاح النووي وأضاف أن على البلدان الأوروبية وضع جميع الخيارات على الطاولة والنظر إلى ما يحميها بشكل موثوق وبشأن السلاح النووي قال أن المبدأ الفرنسي هو أن باريس تستطيع استخدامه عندما تتعرض مصالحها الحيوية للتهديد مردفا أن هناك بعدا أوروبيا لهذه المصالح ماكرون ليدعو إلى بناء دفاع أوروبي موحد يمكن أثيق به للوصول يحكي على أوروبا القوية القرى العجوز كما تلقب خلال خطاب له حول أوروبا الخميس الماضي زادة في جماعة السربون في باريس خطاب مهم برشا اللي حكي فيه زادة على أن أوروبا مهددة بالاندثار وأنه فيما خطر كبير يتهدد الأمة الأوروبية كيفما تعرفوا أولها الخطر الروسي أكثر حاجة تخاف منها أوروبا هي روسيا أكبر قوة نووية في العالم وتخاف أيضا من مسألة المهاجرين لأن القرن اللي فات كان قرن جني الخيرات والاستعمار بالنسبة لأوروبا والقرن هذا هو قرن دفع الثمن متع الاستعمار والتعادي على الشعوب الأخرى نمشيوا الموضوع آخر هيا سيدي نمشيوا للصين الصين اللي عندها أكبر جيوش العالم شعاملة الصين أعلنت على أكبر عملية إعادة هيكلة لجيشها وذلك لمواجهة الحرب الذكية وكذلك التنافس مع أمريكا نسمو الكستري ونرشو في خطوة مفاجئة ألغت الصين قوة الدعم الاستراتيجي السف التي كانت مسؤولة عن تكامل القدرات العسكرية في مجالات الفضاء والحرب السبرانية الإلكترونية وأسست بدلا منها قوة دعم المعلومات لتكون العمود الفقري لتطوير وتنفيذ استراتيجيات الجيش الصيني في أكبر عملية إعادة هيكلة لجيشها منذ ما يقرب من عقد من الزمن أشارت وزارة الدفاع الصينية إلى أن قوات الأمن الخاصة تم تقسيمها فعليا إلى ثلاث وحدات وهي قوة دعم المعلومات وقوة الفضاء الجوي وقوة الفضاء الإلكتروني بمجب الهيكل الجديد يتكون جيش التحرير الشعبي الصيني الآن من أربع خدمات الجيش والبحرية والقوات الجوية وقوة الصواريخ إضافة إلى أربع أضرع وهي الوحدات الثلاث التي انبثقت عن قوات الأمن الخاصة وقوة الدعم اللوجستي المشتركة حسب ما ذكر الجيش الصيني على حسابه الرسمي على منصة ويشات الصينية إن القوة الجديدة ستلعب دورا مهما في مساعدة الجيش الصيني على القتال والفوز في الحرب الحديثة تأتي إعادة الهيكلة في أعقاب حملة التطهير الواسعة التي قام بها شيء في جيش التحرير الشعبي العام الماضي التي أوقعت بجنرالات كبار وتعد هذه الخطوة أيضا جزءا من استراتيجية أوسع للصين للتحضير لما تسميه الحرب الذكية في محاولة لمنافسة غريمها التقليدي الولايات المتحدة الأمريكية وقدراتها التكنولوجية المتفوقة في مجال السلاح وسط توتر اقتصادي وجيوسياسي دائم بين البلدين يبدأ من بحر الصين ويمتد إلى العالم بأسره الموقع قناة الحرى الأمريكية يقول أن الجيش الصيني الأكبر في العالم من حيث العدد والثاني من حيث الميزانية تمتلك الصين حسب موقع قناة الحرى الأمريكية حوالي 350 رأس نووي وفقا لأرقام تعود لعام 2022 أوردها مع ديستوك هولم الدولي لأبحاث السلام العدد هذا أقل برشا مما تملك الولايات المتحدة اللي عندها 5,428 رأس نووي وأقل زاد برشا من روسيا القوة رقم واحد اللي تملك 5,977 رأس نووي لكنه أكثر من المملكة المتحدة بريطانيا اللي عندها 225 رأس فقط وفرنسا عندها 2,990 رأس فقط بحسب المصدر نفسه إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية يقول موقع قناة الحرى على ذمته هو أتهمت بكين في نوفمبر 2022 بنيتها زيادة ترسانتها النووية إلى 1,500 رأس بحلول عام 2035 حملت الطائرات قواعد في الخارج القوات الجوية أكبر سلاح بحري تقريبا في العالم هو موجود عند الصين نتكلمه على قوة عسكرية غاشمة خلينا نقوله مش بالمعنى بطبيعة السلمي لكن قوة عسكرية كبيرة جدا اليوم تعمل في إعادة الهيكلة متاحة علاش بش تكون مواكبة للحرب الذكية وأيضا للمنفسين متاحة ودريكت معنات الصينيين عندهم يسروا طموح وخدامة ويغزروا ديما اللي أحسن منهم دريكت يغزروا للأمريكان مش للروسيين لأمريكان هم الثانين لوجيك بش يغزروا للأمريكان لكن العدو التقليدي والتاريخي متاحهم هو أمريكا إذن دخلت الصين في هذه العملية متاع إعادة الهيكلة الكبرى نمشي إلى خبر آخر الدار كويب يا جماعة تسمعوا به واحد ميناء الأركان المظلمة في الأنترنت أنا أول مرة معناها الحقيقة فمشكون أحكيلي على المسألة هذه ما صدقتش أنه هذا موجود في العالم كان هذه من سنوات بطبيعة ما صدقتش أنه موجود في العالم على الأنترنت اللي فيها عديد المواقع وعديد التطبيقات اللي تعرف على العباد معناها الشقيقة والرقيقة واللي على كومنتير تصنصرك واللي يتطبعك واللي تعطبعت لك سيجيستيو متاع حاجة حكيت عليها وإلا شخصك عاد معك في بلاسة عفوان وإلا شخصك عاد معك في بلاسة وتعرف عديد التفاصيل فبلا تتالي عالم الأنترنت أنا ما نتصورش لحقيقة لهو عالم سيب كيك ليه بل بالعكس هو عالم فيه الشرطة الخاصة متاعه ويمكن تطبيق القانون عنه لو تحب الأجهزة الاستخباراتية والأجهزة الأمنية في العالم تمشي في الشيء ذي مسرح الجرائم الإلكترونية يسميوه أو بيزنس الموت الدارك ويب نسمعه الليكستخي هذا ونرجوه الانترنت المظلم دارك ويب الانترنت العميق وغيرها من المسميات التي أطلقت على جزء مخفي من الانترنت الحديث عن هذا الجزء عاد بعد جريمة قتل مروعة في مصر تم التحرض عليها من خلال الانترنت المظلم يمكننا تعرف هذا القسم من الانترنت بأنه جزء معقد من الانترنت العالمي الذي نعرفه من محركات البحث العادية موقع كسولاين قال إن هذا الجزء يستضيف أنشطة قانونية وغير قانونية ويوفر عدم الكشف عن الهوية وعمليات الاحتيال وعرض محتوى غير مشروع وأيضا سوقا المخدرات والأسلحة وبيانات الاعتماد المسروقة بالإضافة إلى المواد المحضورة مثل الأموال المزورة وبطاقات الاعتماد المسروقة فيما قالت بعض المصادر إنه يتم لتجارب الأعضاء البشرية على الموقع الدارك ويب طوره مختبر الأبحاث البحرية الأمريكية كوسيلة لحماية الاتصالات الأمنية الأمريكية عبر الانترنت ولاحقا انتشر بشكل واسع بين الأفراد حول العالم لأغراض متنوعة دخول الانترنت العميق لا يخالف القانون لكن الممارسات غير المشروعة والمحضورة والمخالفة للقانون داخله قد تعرض المستخدمة إلى الملاحقة القضائية سوق سوداء للسلاح وتجارة الأعضاء والاتجار بالبشر حسب الموقع أمتاع بي بي سي عربية الحديث على الدار كويب رجع برشا من عرشك انتبعته على السوشال ميديا شنوة اللي ساير في مصر وين أثار مقتل طفل عفوا بطريقة بشعة في منطقة شبراء الخيمة بمحافظة القليوبية في مصر وقتا اينا الحقيقة محبيتش هاكنو جاهلكم وقلوبكم مع السباح نحكي لكم على الاخبار هذه اللي كان تران تقريبا في مصر وكل العالم العربي جريمة المقتل متاع شبراء بالخيمة في محافظة القليوبية في مصر بغرض المقتل هذية تم بطريقة بشعة بغرض بثها مصورة على الدارك ويب والتساؤلات كثرت عن هذا النوع من الانترنت النيابة المصرية بتبيعة اللي ما نحكي لكم بش على حجم التحرك متاع النيابة المصرية داخل مصر أو خارجها معناها مفماش يا مرحميني كما يقولوا هما معناها مشها وتو كذا ويقعد عشر سنين والقضاء وترشنو والقناقناه إلى الدائرة لا 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 معتا في ظرف ساعات والنيابة العمومية قاعدة تتواصل وتتكلم بطبيعة لأن الجريمة بشعة برشة ولأنه بطبيعة هي زادة جريمة أمن قومي بحسب بين النيابة طلب أحد الأشخاص وهو مصري مقيم في الكويت من شخص مقيم في مصر تنفيذ الجريمة هذية متعمقت للطفل المسكين هذية مقابل خمسة ملايين جنيه ولا تزال النيابة تحقق في دوافع وأسباب الجريمة المقال هذية بتبيع نهار 29 أفريل اللي هو يسمى قديم شوية وبدأ الحديث على الدارك ويب أفادت وسائل أعلام مصرية حكومية أن التحقيقات الأولية أظهرت وأن الشخص المحرض على الجريمة طلب من المتهم تصويرها عبر تقنية الفيديو كول لبيحة على الدارك ويب وربما تكون قد سمعت هم توي خطبه في القارة عما يسمى الدارك ويب كما كان يتم فيه تداول أنشطة غير مشروعة وغير أخلاقية الدخول للنوعية هذه من الانترنت رو ما يكونش مباشرة عبر مواقع التصفح المألوفة جوجل ويوتيوب وسافاري وانترنت اكسبلور أو مايكروسوفت وعديد الصفحات الأخرى لا فما مسألة أخرى مناش بش نعملوله إشهار لكن ونحذروا منه هو واحد من تقريبا أخطر المساحات على الانترنت قلت لكم الجريمة التي صارت في مصر رجعته برشة في محافظة القليوبية رجعته برشة إلى الصورة سوق سوداء للسلاح وتجارة الأعضاء والاتجار بالبشر كما قلت لكم تتباع فيه السلاح تتباع فيه الأعضاء تتباع فيه بتتباع مواد إباحية أفلام إباحية وما إلى ذلك وكذلك ممارسة الأفعال السادية لطفع لكم ناس تدفع برشة فلوس لطفع لكم بش تمارس أفعال سادية كيف الجريمة ذية 56 دقيقة بتوقيت جرينيتش اللي مفات نقابلكم غدوة ديما على نفس الموعد نخليكم مع الأخبار تسمعوا ديما إيافين باي باي اشتركوا في القناة